اشتركوا في القناة 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 طبعا الاسبوع هذا ما رح نحكي عنه رح نحكي عنه احنا في التوقعات اليومية بشكل مفصل والاسبوع الجاي رح نحكي عن اثار تنقلاته هاي اهم الاحداث خلينا نشوف ايش التوقعات بالنسبة لكل الابراج بالتفصيل زي ما انتم متعودين ونشوف في احداث ايجابية كثير معناته فيه كواكب كثير رح تكون سعيدة والاحداث اللي السلبية رح نذكرها ونركز عليها خلال هذا الاسبوع ايش خلينا نروح نشوف ايش توقعات لابرج الاسد طبعا اول اشي بدنا نحكي عن الشمس وعن عطارد اللي صاروا موجودين في بيتك الثاني يعني ببيت المال فهاي الفترة مناسبة جدا لاي شيء لو علاقة تطوير وضع مالي ارباح مكاسب مستردات تسترد بعض الحقوق اللي لا اليك تهتم بتحسين وضعك المالي او البحث عن شيء ممكن يدعم وضعك المالي في منكو رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هدايا او هبات او نوع من انواع الدعم اهم شيء انك ما تبذر اموالك وابتعد عن المصاريف لزيادة اما بالنسبة لابيتك اتناعش فطبعا الزهراء موجودة فيه يعني شوي هي بتدعمك على المستوى الصحي او على بعض الاعمال ولكن بما انها بده تشكل زاوية حادة مع المريخ فشوي هي بتأثر على عواطفك فممكن حد يستغلك ممكن ينطلب منك مساعدة على مسألة معينة وتتوهم انه ممكن تحصل منها بعض النتائج الايجابية واخر ايش يخذلك يخذ اللي بده اياه ويقولك مع السلامة او حتى ما يقولكش مع السلامة ممكن تظهر بعض الاشياء النفسية اللي لها علاقة بالوضع النفسي او التقلبات النفسية بسبب اكتئاب او انزعاج او هيك شوية تحس بنوع من انواع الاحباط حاول انك ما تخلي هذا الشعور انه يأثر عليك بشكل كبير برضو مبتحمل نوع من انواع القلق او الخوف او الزعل على احد الاصدقاء اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ وهذا بيتك التاسع يعني امور الها علاقة بامتحانات الها علاقة بقضايا قضائية الها علاقة بجامعات الها علاقة بمؤسسات دولية مثلا الها علاقة بجانب اشخاص خارج البلاد يعني بالامور هاي ككل فعشان كلها هاي بدك تكون حذر منها بشكل كبير اذا كان عندك قضية او كان عندك امور الها علاقة بالدراسة او امتحانات ما تعتمد على الحضوظ نهائيا وحاول انك ما تتهور وما تبالغ يعني بالامور هاي ما تثق بشكل كبير بكل الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم لانه سهل جدا انهم يخذلوك اما بالنسبة للجدي طبعا نحكي عن البيت السادس وبما انه مشتري يزحى البلوت وبتراجعوا وبدهم يشكلوا برضو زوايا تربيع لها علاقة مع المريخ فعشان هيك بدك تحذر بامور عملك تحذر بانك تنجز اعمالك ما تخليها تتراكم ما تحمل اكثر من عمل مع بعض يعني بدك تنسق ما بين الاعمال والواجبات بشكل جيد وبرضو بدك تهتم لبعض التقلبات اللي الها علاقة بالوضع الصحي بهاي بدك تحذر منها بشكل كبير يمكن صحتك يمكن صحت احد الاحبة اما بالنسبة لنبتون نبتون طبعا بيت الثامن هو اللي شوي برسم لك خيالات على مستوى قروض بنوك دعم معين اشياء انك تسترد حقوق او اشياء العلاقة ببنك ضريبة تأمين ميراث مثلا تدخل بالغيبيات او بمجال غيبي معين تبحث فيه او في اشياء العلاقة بالتاريخ او باشخاص مثلا غادروا الحياة بتتذكر قصصهم او صورهم او علاقة قديمة بتظهر على الساحة برضو بتحمل نوع من انواع القلق والخوف على احد الاحبة او المقربين لا اليك اما بالنسبة لأورانوس طبعا له علاقة في بيت السمعة وهو بيجيب مفاجآت صحيحه بشكل زاوية سلبية وبرضو بتراجع ولكن ما فيها هالخطر الكثير مثل الفترة الماضي ولكن بعضكم او بعض موليد برج الاسد رح يتأثر من هاي الزاوية خصوصا لالاشخاص اللي بتشكيك فيه او بتشكيك في سمعته او في نزاهته او في اخلاقه او امور الها علاقة بتشويه السمعة اهمش انك ما تجازف انت وما تغامر وما تخالف القوانين وما تدخل باشياء مشبوهة وانتبه على امور العمل او مكانك في العمل او علاقتك مع زملائك او رؤساك بالعمل لانه برضو بتحدث مفاجآت في مكان العمل اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر في الجدي حتى فجر يوم الاحد يعني في بيتك السادس هنا بيبدأ العمل بتراكم ما عندكم مع هيك انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه اهمش انكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة اهم اش انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء ممكن يكون عندك نوع من انواع العمل الجديد بالفترة هاي من فجر يوم الاحد القمر موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل او العاطفي هاي الفترة من اسوأ ايام الشهر واكثرها تهديد لا استقرارك حاذر من الفضائح ممكن تميل الى فرض الرأي على الاخرين حاول ايجاد المخارج والحلول دون تشنج من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الحوت حتى مساء يوم الخميس بتعيد تنظيم اموركم المالي المشترك والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لالكم بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الاوضاع اظهر انفتاح اكبر على رأي الاخرين ممكن تسعى لتصحيح مسار بعض الامور اهمش انك تتكيف مع الاوضاع الراهنة وكون صبور حاذر من التراجع الصحي من مساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل ورح يستمر فيه حتى صباح يوم الاحد بتنشطه في امور الها علاقة بالسفر او الانتصال البعيد بترى مناسبة لاجتياز امتحان او جراء مقابلة اهمش انك تظهر تعاون اكبر مع الاخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون ظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة او لاختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر من شيء معين او من انجاز معين اهم ايش انك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك اهم ايش انك في الفترة هاي تناقش بمنطق وموضوعية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله واعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة